السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح شارك معكم بيتزا كاري بيتزا جزائرية مئة بالمئة وهي بيتزا اقتصادية بدون تكاليف يعني لا لحوم لا جبن فقط طماطم مع دنوس و شوية مايونيس و راح تتحصلوا على طعم رائع وكينا ملاحظة صغيرة حبيت النوه لها يعني لما تدخلوا للفيديو وينال اعجاب بتاعكم كيفش تعبروا لها ذاك الاعجاب هو بضغط زر اللايك هذه الكابسة البسيطة راح تساعد الفيديو للانتشار على نطق واسع كذلك راح تكون بمثابة حافظ ومشجع لاضافة المزيد من الفيديوهات المفيدة اذا حبتوا تعرفوا كيفش وجدتها بالفيديوهات المعليكم الى تتبعوا الفيديو حتى النهاية نقولوا كالهذا بسم الله وندخلوا مباشرة في المقادير وطريقة التحضير نصف كاس من الزيت حوالي 100 مليلتر ملعقة كبيرة من خميرة الخباز حوالي 10 غرام ملعقة كبيرة من حليب الباودر حوالي 20 غرام نصف ملعقة كبيرة من الملح حوالي 12 غرام نصف ملعقة كبيرة من السكر حوالي 14 غرام نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الكيميائية 10 غرام نصف ملعقة كمية السميد ونصف ملعقة كمية الفارينة نستخدم مباشرة في صندوق الوصف والكؤوس وكذلك سوف نقوم بكم كمية الطحين والسميد بالغرامة يعني اللي تحب تدير بالميزة ندير بالميزة ولي تحب تدير بالكؤوس كذلك راح تنجح في الوصفة ومن المرة الاولى ان شاء الله هنا كنت قدمت كل المكونات الجافة راح نخلطوهم خلطة خفيفة نضيف حفرة في الوسط و نضيف نصف كأس من الزيت يعني الكأس اللي استخدمته فيه ميتين وعشرين ميلي لتر راح نفرغ الكأس اللي يكون دفيته قليلا نخلطه خلطة خفيفة و نبدو في إضافة الكأس الثاني بالتدريج يعني هنا نخلط بالملعقة فقط كما تعرفوا كامل يعني السميد يتشرب السوائل راح نوري لكم فقط لملمسة العجينة يعني شوفوش هالرهي طرية لكن مع القليل من الدلك راح تتشرب كامل هدوك السوائل و راح تحصلوه في النهاية على عجينة يعني ما تكونش طرية بزاف وما تكونش يبسة بزاف هالك الكمية تع الماء اللي بقتلي يعني بقتلي تحت النصف قليلا لما فرغتها في الكأس المعيارية بقتلي خمسين ميلي لتر الكمية تع الماء اللي استخدمتها هي الزج كوس إلى ربح وهذاك الربع الباقي تقدروا تضيفوه على حسب نوعية الطاحل الأبيض والفارينا ونوعية السميد هنا كنت درتها في البتخا ولا في العجينة الكهربائية إذا درتوها باليد راح تديروا نفس المراحل فقط راح تدلكوها حوالي عشر دقائق لأن العجين يعني فيه السميد وسميد كما تعرفوه كامل لازم ندلكوه قليلا باش نتحصلوا هالا نتيجة مليحة هوليك القوامت على العجين يتحصلت عليه بالعجينة الكهربائية راح تعجنها حوالي سبعة إلى ثمان دقائق مباشرة راح ناخد العجين راح نحطه فوق سطح العمل هنشوفوا العجينة اللي تحصلت عليها يعني عجينة ممتازة متوسطة القوام يعني ماهيش طرية بزف وماهيش يابسة كذلك عجينة ناعمة ملسع راح ناخد غيسي بيون أنا درت فيها القليل من الزيت راح ندير العجين تاهي نغطيه بكيس بلاستيكي ولا اي صحن راح نخليه يتخمر حتى يتضعف الحجم مراتين يعني لما يتخمر راح تلقاه بهذا الشكل أنا خلته يتخمر لي حوالي خمسة واربعين دقيقة ومدة التخمير راح تكون على حسب درجة حرارة المطبخ تقدر تكون اقل او اكتر راح نقسم هذا العجين الى رغيفين لانني راح ندير زوش بيتزات لكن الحجم عائلي يعني الحجم راح يكون كبير كالعادة راح نديرهم كيس بلاستيكي نخليهم يرتاحوا فقط خمس دقائق هكذا باش لما نجي نبسط في العجين في الصينية راح يكون ولا راح تكون العمالية سهلة أنا كندرت ورق الزبدة وزدرت له القليل من الزيت كذلك يعني راح يساعدني باش ما تلسقليش هاد العجين وكذلك راح يمدلي لون للعجين من الجهة السفلية يعني هنا راح نبسط في العجين فقط باليد راح نديره كيس بلاستيكي ونزيد نخليه دقيقة فقط ورح نحل كيس بلاستيكي ونزيد نواصل عملية بسط الحجم راح نكرر هاد العملية هدت مرات حتى نبسط العجين على كل أطراف الصينية يعني هنا انتو ما راكم تسنوا في العجين يرتاح وكذلك راكم تمدوا وقت لتخمير هذه العجينة يعني في النهاية راح تحصلوا على بيتزا تكون الطارية هنا يا كين ملاحظة صغيرة اذا حبيتوا هاد البيتزا تجيكم خشينة وتجيكم طارية جدا يعني لما تديروها في الصينية راح تديروا لها كيس بلاستيكي ودخلوها ترتاح ولا تتخمر حوالي عبع ساعة الى عشرين دقيقة اذا تحبوا البيتزا تجيكم رقيقة وتكون مقرمشة نوعا ما معناتها لما تبسطوها مباشرة تديروا لها سلسة الطماطم ودخلوها للفرن بالنسبة لسلسة الطماطم سلسة سهلة جدا اختيت ثلاث حبات على الطماطم سكرفيشتوم سكرفيشكا مال الرقيق اضعت لهم الزيترة فلفل اسود فلفل عكري ودرت نص ملح مليح ودرتهم فوق النار وفي اقل من عشر دقائق كانت هذه السلسة جاهزة اذا حبيتوا اي سلسة طماطم ودرتهم ودرتهم في منازلكم في الوقت سلسة طماطم سبقا على اعلى درجة دروري البيتزا تكون النار تحتها مرتفعة جدا لتبسطوها ودخلوها اكثر من عشر دقائق في الفرن ستكون البيتزا يبسط والعجينة ستنشافلكم تماما داخل الفرن بالنسبة لهذه الحشوة سوف ندرها فوق البيتزا لما نخرجها والطيب لي سلسة الطماطم هنا كنت اخذت حبة تعبصل كبيرة نوعا ما قطعتها مربعات صغيرة واخذت كذلك حبة طماطم كبيرة الحجم وقطعتها كذلك مربعات ولا مكعبات صغيرة أنه بالنسبة له سحتاجها لريد ذوق لذيفا كبيرة يقدر معظم هذا الطبيل واليحوز ودهود بالمساء والذيف السنظر جدا نضيف العجينة من شرائح الزيتون الأسود بعد 10 دقائق نضيف العجينة من الفرن نضيف العجينة من الفرن نضيف المعدنوس و الزيتون نضيف العجينة من طعام نضيف العجينة من الفرن نضيف العجينة من الفرن المعدنوس والمايونيز و راح تحصلوا على الثوقات يا بيتا نايا راح نرفض لكم كطعة ولا طنشا من البيتزا اللي درناها بالطماطم والمعدنوس فقط تزينها بالقليل من الزيتون يعني شوفوش حلجات الطرية يعني لما دلوقوا البيتزا بهذا الطعم تعرفوا بلي البيتزا لما ندفلها الكثير من الاضافات والكثير من اللحوم يعني راح نغطوا على نكات البيتزا سراحة البيتزا يعني عاجينة تكون ممتازة لقليل من صلصة الطماطم يعني ديروا لها شوية زيتون و راح تحصلوا على آلذ طعم بالنسبة لهذا النوع على بل بلي هاد البيتزا وبهذا الطريقة و لهذا التتبيلالي من الفوق جامي ما جربتها يعني يجربوها وعلى ضامنتي يعني هداك الباصل الطماطم هداك الحار ندرناهم بلا ضياب يعني راح يكونوا مقرمشين كذلك هذيك التتبيلالي هذيك الخل راح يمديكم طعم ما شاء الله للبيتزا تدعكم هذه نهاية الوصفة وفي الأخير مهلية إلا قلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته